في الكتاب طبعا الناس عادة بيكلموا الرب بيقول ابعد عنها لأننا بمعرفة طرقك لا نصر وبعدين نبتدي نحصد مقاسة وألام يعني لما القوانين نفسها بتكون قوانين ضد الكتاب المقدس وضد التخطيط الإلهي لمنفعة وبركة الإنسان لما الناس بتروع على المستشفيات بتعمل الإجهاد لما بتمنع الصلاة من المدارس ولما بتمنع الكتاب المقدس ولما بتمنع الأمور الروحية ولما بسنه قوانين شزوز إلى أخير في المستمع الزواج مثلا رجل مع رجل امرأة مع امرأة أو مثلا واحد بيتزوج 3 أربع نسوان لما بتحط كل هذه القوانين في المجتمع بتعمل دمار وده اللي عم نشوفه يعني الانهيار في المجتمع بسبب قرار الإنسان اللي بيعملوا في المجتمع سدقني يا سنزار وأنا ببص على منطقتنا كلها مثلا وحصل خلل في الضمير مثلا لما هو ليه الفراخ اللي بناكلها مليينها هرمونات طب الهرمونات ده لما بنجيب الفراخ وناكلها بتعمل فينا إيه الهرمونات ده بيحصل ولا لا؟ بيحصل كتير وبيسبب قدية الخضار والفاكهة اللي بناكلوا طول السنين في بلدنا وهم طول ما الخضار والفاكهة بينمو بيرشوا عليه مبيدات علشان الحشرات وغيره والخضار والفاكهة وهو بينمو بيمتص السموم دي أجي أنا أخسلها من على السطح وأكل الخضار أو الفاكهة بتسبب لي إيه؟ بتيجي الأمراض ولا لا؟ أنا كل ده بقوله عشان بس أفتح أذهان الناس أن مش كل حاجة المعلبات ومكسبات الطعم والألوان اللي بتتحط فيها يعني أنت اللي فاهمه منك أنه حرية الإنسان اللي عم تصنع هذا